خبز الفينو أو خبز السامون الأسفنجي الاقتصادي بالبداية بنحتاج لكوبين من مية ضافية بنحتاج لخميرة الخبز أو خميرة الفورية ملعقة كبيرة ونص ربع كوب من سكر ملعقة كبيرة خلق أبيض نص كوب من الزيت النباتي وممكن نستخدم الزبدة ومنحتاج لست أكواب إلا ربع من الطحين ملعقة صغيرة بيكنك فودر ملعقة كبيرة إلا ربع ملح عجينة نعمة ما يقاسية أبدا ندهن الوعاء أو العجينة بشوية زيت نغطيها ونتركها بمكان دافلة حتى تتخمر ويضعف عنا الحجم تقريبا بدها ساعة شايفين هاته بشكله من بعد الاختمار ما شاء الله عجينة ناجحة ممكن نستخدمها لكافة أنواع المعجنات ومنقطع العجينة لعشر قطع أو ممكن أكتر على حسب حجم الخبز يلي بدنا إياه نكورها ونحطها بصينية نغطيها ونتركها ترتاح لمدة خمس دقائق حتى يسهل علينا الشغل فيه ناخد قطعة من العجينة ومنمدها بالشوبك أو بيدنا ممكن بهذا الشكل لحتى نحصل على مستطيل ومنلفها رول ومنسكر الأطراف كتير منيح ومنغطيها ونتركها ترتاح وتختمر لمدة خمسة عشر دقيقة وبنسبة لمكونات التلميع منحتاج لصفار بيضة وملعقة صغيرة خل أبيض وملعقتين كبار من المي ندهن كل القطع بالخليط يلي حضرنا والفرن شغال على حرارة مية وثمينين درجة مئوية بدها تقريبا عشرين لخمسة وعشرين دقيقة والنار من شغله من تحت وآخر شي من شغل الشوايا لحتى تأخذ اللون الذهبي من فوق ومندهنها مباشرة بالزيت أو الزبدة وهالشي اختياري بتمنى وصفة اليوم نالت أعجابكن وانتظروني بوصفة جديدة معك سلامة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر